لو كنت قاعد بتشرب شاي في شوارع دمشق القديمة بسوريا او كنت بتاكل الترامسلاطة في احدى مطاعم كبرص هتسيب كل اللي في ايدك من شدة صوت مجار بايروتشيما بايروتشيما؟ ايه بايروتشيما ده؟ اصدق هيروشيما؟ لا بقصد بايروتشيما الحقيقة طيب ما تقول لنا بعد اذنك ايه بايروتشيما ده لان انا الصراحة اول مرة اسمع عن انفجار اسمه كده وبما اننا بتكلم عن انفجارات ما توصف لنا برضو ايه اللي بيحصل مع الانفجار لانه الواحد بيتبعت له فيديوهات وبيبقاش فاهم قوي اللي بيحصل ويه رايج بالمرة تقول لنا لو الواحد اتعرض الانفجار ممكن يتصرف ازاي عشان يطلع منه سليم وكمان مهمة قوي يا ريت يعني لو تقولي المهندسين الكرام ليه ما يتكرموش علينا ويعملونا مباني ضد الانفجار من البداية عشان نحمي نفسنا ونطلع من الدوشة دي كلها طب ايش رأيك هيكتهدى شوية واتتابع الحلقة بتركيز عشان تعرف كل الاجابات انا احمد رامز وانت بتتفرج على انج بايتس اطلق على انفجار بيروت اللي صار في اغسطس 2020 اسم بيروتشيما لتشبيه الكثيرين الو لتفجير هيروشيما اللي صار برضو في شهر اغسطس عام 1945 حتى موقع استاتيستا نشر مقالة وحكى فيها انه فريق من جامعة شيفلد الانجليزية قاموا ببحث ورتبوا تفجير بيروت بالنسبة لتفجيرات اخرى صارت في ازمنة مختلفة وبلاد مختلفة واحتل انفجار بيروت المركز التالت في شدة انفجار بعد انفجار هيروشيما وانفجار هالي فاكس حتى حكوا انه شدة انفجار بيروتشيما هو واحد على عشرة من شدة انفجار هيروشيما اه قلتلي بقى دي بيروتشيما طيب قوللي بقى سؤال التاني الانفجار بيحصل ازاي؟ لو تخيلت حالك ماسك ازازة كولا وبتحركها بقوة شديدة وبتوديها يمين ويسار لو اجت فتحت الازازة ايش ممكن يصير؟ هتفور وتغرق الدنيا طبعا بالزبط وهذا اللي بيصير مع الانفجار الكولا لما اجت تحركها بقوة شديدة صار جوة تحريك للغاز الجوة الكولا فصارت فيه طاقة كبيرة بدها تطلع من جوة لازازة فانت اول ما فتحت الغطا انطلقت الكولا من برا الازازة للمحيط الجوي ونفس الاشي بيصير مع الانفجار لما بيكون فيه مادة قابلة لانفجار تتعرض للحرارة او حريق بيصير فيه تحفيز كبير جدا للطاقة المتفجرة في وقت قليل جدا وبضغط شديد جدا في مساحة صغيرة جدا فبيكون فيه ضغط شديد بده يطلع من الجسم اللي بيحتوي هاي المادة المتفجرة فينفجر ويطلع بقوة رهيبة وهائلة وفي انفجار بيروت اتمثلت هاي القوة او هاي الطاقة طلعت في كذا صورة شفنا منها صورة واضحة لما اجت وجهات الازاز تاعت المباني انكسرت بسبب السوبر سونيك ويف او موجة الصدمة اللي سرعتها بتكون اسرع من سرعة الصوت البالغة 343 متر في الثانية وصورة اخرى لهاي الطاقة شفناها هي صورة سحابة عيش الغراب او الماشروم كلاود هاي السحابة كانت نتيجة الانفجار طلعت من جوة الجسم اللي كان بيحوت على المادة المتفجرة ومع الحريق انطلقت الطاقة في المحيط الجوي بهاي الصور تمام تمام بس مع احترامي ليك في انواع انفجارات تانية غير الانفجار اللي انت بتتكلم عليه دا وبيظهر معايا ظواهر مختلفة زي مثلا الانفجارات الطبيعية زي انفجارات البراكين او الانفجارات الفلكية اللي سببها استضام اجسام فلكية بالكواكب او النجوم زي ما حصل سنة 2011 لما جي نيزك واستضم بالغلاف الجوي بتاع كرة الارضية وانفجر في روسيا وجرح اكتر من الف شخص و النوع الثالث هو الانفجارات الكيميائية مثلا انفجار بيروت اللي حصل دا انفجار كيميائي بسبب مادة نترات الامونيوم او NH4NO3 والنوع الرابع هو الانفجارات الكهربية والمغناطسية يعني لو انت قاعد في البيت وفي سلكتين الفولت عليهم مختلف لمسه بعض هيحصل شورت او قفلة فتلاقي فرقعة بسيطة حصلت وممكن الفرقعة دي تتحول لحريق لو القاطع الكهرابي اللي بيحمي الدايرة ما فصلش نفس الكلام ده ممكن يحصل بصورة كبيرة ويحصل انفجار ضخب لما مواصل الكهربائي فولتو عالي يفل على مواصل الكهربائي تاني فولتو مختلف ومن انواع الانفجارات هي الانفجارات الميكانيكية وهي انه المادة لو سائل او غاز محبوس جوا جسم وعايز يخرج منه بسبب انه فيه طاقة كبيرة جوا او فيه ضغط جديد ممكن الجسم ده ينفجر عشان السائل او الغاز يخرج للمحيط الخارجي واخر نوع هو من اشهر انواع الانفجارات هو الانفجار النووي واللي بيعتبر احد اسلحة الدمار الشامل ما شاء الله ما شاء الله ما هيك عندك معلومات وقار يعني وليش محسسني من البداية انك مش فاهم اشي ايوا يا عم انا فاهم وعارف كل حاجة انت فاكر ايه ده بس كان لزوم السيناريو مش اكتر مية مية يا باشا طيب خلينا نحكي عن تأثيرات الانفجار على الانسان المعهد الامريكي للمهندسين الكيميائيين او the American Institute of Chemical Engineers حكى انه تأثير الانفجار على الانسان بيكون مباشر او غير مباشر التأثير المباشر هو اللي بيسبب تدمير لاعضاء معينة في جسم الانسان زي الرئتين والاذنين والتأثير الغير مباشر بيكون بسبب الشضايا وبقايا الانفجار اللي ممكن تنطلق بسرعة كبيرة وتدمر اي شي قدامها ممكن تسبه تشوهات او تحتى تتموت الشخص الواقف في طريقة ومن التأثيرات الغير مباشرة زي ما شفنا السوبرسونيك ويف اللي حكينا عنها او موجة الصدمة اللي خلت كل الوجهات الزجاجية تتكسر وتنهد بسبب قوة هاي الموجة غير انو فيه تأثيرات اخرى بتكون بسبب التفجيرات النووية اللي بتسبب سقوط للشعر او ظهور مية بيد على العين اللي بتؤدي للعمى او بتسبب سرطان في الدم او الثدي او رئتين او الغدة الدركية طب يا باشر المهندسين مايرايحوش دماغنا ليه ويصمموا كل المباني ضد الانفجارات فيه فرع من فروع الهندسة اسمه الهندسة الانشائية وهذا الفرع بيهتم كتير في تأثير الانفجار على المباني فبالتالي المهندسين بيقدروا يبنوا مباني تكون ضد الانفجارات ويحموا الناس بداخلها والمنشآت تكون زي ما هي او التأثير فيها يكون ضعيف جدا بسبب الانفجار ولكن تكلفة المبنى تكون عالية جدا فمستحيل انو كل مباني المدينة تمبنى على اساس تكون ضد الانفجار ولكن في منشآت حيوية معينة لازم تكون ضد الانفجار زي مثلا محطات النووية اللي بتستخدم الطاقة النووية في توليد الطاقة إذا صار فيها انفجار هذا شيء حيؤدي إلى تلوث إشعاعي طبعا من المنشآت الحيوية هي أقصام الشرطة والمستشفيات والمطافي هاي بتكون المنشآت كتير مهمة بتكون ضد الانفجار عشان لقدر الله لما يصير كارثة هاي المباني إذا مش موجودة أو الناس اللي جوتها مش موجودين الناس مش هتلاقي حد ينقذهم فالمباني اللي بتكون ضد الانفجار بتكون مبنية على مقاييس واشتراطات معينة بتكون بناء على أكواد عالمية زي الكود الأمريكي Society of Civil Engineers وعامة برضو بكون فيه أربع مستويات من درجة حماية المباني من الانفجار كل ما بنعلى بالمستوى من المستوى الأول للرابع كل ما قوة المبنى بتزيد وكل ما حماية المبنى للأفراد الداخل المبنى بتزيد وكل ما ترميم المبنى بعد الانفجار تكلفته بتقل وكل ما بيكون المبنى تكلفته أعلى تمام طيب من الواضح بقى إن أنا يعني عشان من عامة الشعب وأكيد هكون في مبنى عادي جدا لا هيكون ضد انفجار ولا ضد حاجة أصلا فياريت تقولي كده لو لقدر الله حصل الانفجار أنا كواحد عادي يعني في المبنى المفروض أعمل إيه إذا الواحد لقدر الله أصار له هذا الشيء أول إشي لازم يهدى ويعرف إنه هو الوحيد اللي يقدر يساعد نفسه تاني إشي ممكن يعمله إنه ينزل تحت طاولة أو ترابيزة بالمصري عشان يتفادى سقوط أي شيء عليه ثالث إشي ممكن يعمله يتبع تعليمات أفراد السلامة والحماية المدنية وإذا تم الأمر بالإخلاء يخلي المبنى فورا وأهم شيء إنك ما تنقلش أي مصاب بقبالك إلا إذا بدك تحركه من رجليه لو حقيق عليه إشي خطير ممكن يأذيه أو يموته وتكون متأكد إنه هذا الشيء مش هيأذيك إنت كمان وطبعاً تقدر تنقله في حالة إنك بتدرب على هذا الشيء من جهة مختصة لأنه نقل الخاطئ للمصاب ممكن يخليه يتصاب بالشلل ومن الأشياء المهمة إنك تبعد عن أي مصدر للغاز وتبعد عن مفاتيح الكهرباء أو مصادر الكهرباء الموجودة بالمبنى اللي إنت فيه وطبعاً زي ما إحنا كلنا عارفين ساعة الحريق ممنوع استخدام المصاعد نفس الشيء بينطبق عليك وقت الانفجار ومن أهم الأشياء إنك تتنفس بسرعة كبيرة وما تخدش نفس عميق وتسكر تمك تضلك على طول فاتح تمك أو بؤك عشان بيكون فيه ضغط في المجال الجوي شديد بسبب الانفجار فبالتالي إذا كتمت هوا جوه رئتيك ممكن رئتيك تتدمر وإذا كنت نايم على الأرض نايم على جانب من الجنبين وحاول تغطي وجهك بأديك وتبعد عن أي واجهة زجاجية عشان الزجاج لا يندفع باتجاهك وأخيراً لو إنت عارف إنه فيه انفجار لقدر الله قادم وفيه مجال إنك تنزل تحت الأرض في بيسمنت مثلاً أو قراج تقدر تروح عليه على طول عشان هذا بيكون أأمن مكان لحظة الانفجار طيب لقدر الله إذا ما قدرناش نحمي حالنا من الانفجار وكنا في جوه المبنى وقت الانفجار ونهد المبنى وإحنا لسه جوه إيش ممكن يصير أول إشي لازم ما تتحرك على قد ما تقدر عشان الغبار ما يقعش عليك وتحاول تغطي تمك أو منخيرك بكلينكس أو بإيدك عشان مصاري التنفس ما ينسد بسبب الغبار وتخبط على الجدار بجنبك أو أنبوبة ليلاقيك رجل الإنقاذ ويعرف يحدد مكانك وهيك نكون إيجينا لنهاية حلقة اليوم بتمنى تكون حلقة مفيدة وتنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لأصدقائكم وتعملوا سبسكرايب عشان تتبعوا فيديوهاتنا القادمة حلقات الجاية وفي الآخر بنختم بتحية كبيرة لكل شهداء ومصابين الانفجارات في العالم نشوفكم الحلقة الجاية السلام عليكم السلام عليكم